السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته عبد المجيدة وبركاته وبصحة وعافية اليوم شرح افاق شرح افاق شرح كيف تخلينا اوبن على اكتبوك سري سيكستي الشرح هذا اللي عندهم مودم افاق شامل صفر صفر سبعة اللي شرحنا فيه حتى قبل على البلاستياشن فاذا كنت بتعرف وش نوع المودل حقك ونوع المودم من وراء يكتبون لك كذا من وراء تلاقي مودل صفر صفر سبعة هذا هو اللي بقدر فيدك فيه في الشرح يعني لو تجيب مودم ثاني ماليش ما يمكن ما يفيدك الشرح زي ما تشوفون هذا المودم افاق صفر 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 سبعة لأكتبوك سيكستي انا وعدتني راح انزل وناسي في الكومنت قالوا نابد اكتبوكس كيف تخلينا تتايب اوبن ما بيطول راح اشرح سريع سريع زي ما تشوفوني اروح الى settings بعدين system بدنا نروح الـ network settings بعدين على حسب كان عندك wireless network تدخل الى wireless network ما تفرق واذا كان عندك wired network تدخل الى أنا عنده wired الزبدة تدخل عندك هذه اول واحدة تستخلك منها الاختبار هناك كون فرق network تحط الغط عليها يدي عندك IP settings IP address اللي هي المهم تحفظ عندك اول واحدة ثاني واحدة تلاقي IP address IP address هذه 192.168.1.2 يعطيك الرقم يعني تختلف الى الناس بعضهم 7 6 3 4 على الحسب اهم شيء احفظ الى IP address احفظ عندك وشدل عندك وبس نكمل على الموقع وشرح الى laptop طيب نرجع زي ما تشوفون هذا هو الموقع يعطيك user name و password يسأل وجه user name و password تحط ندك هنا هنا افاق دي افاق لازم تكون capital اي في البداية دين هنا الاس capital شامل طيب بعدين الباق ما ليش الزبدة الباسورد اس capital بعدين تي ان سي سي بي اي دا اشتهت الفين تسعة راح حطه في description description اقرأ description يفيدك كثير يهمك description طيب plugin ندخل طيب اقرأ انا يطلق على شاشة التكليده دي اا الهوست ادرس يجيك واحد تسعة ثانين بوينت واحد ستة ثمانية بوينت واحد بوينت اربعة هذا الهوست الاول اللي عندك الحين حنا قلنا سبعة تمام نحط هنا سبعة للي دقيقي اللي ما كان اللي شو اسمه اللي ما كان عندي يعني اول مرة يسويها راح يطرع لك كذا لكن انت اسموي··· زي اللي حفظتَ من الهوست ادرس الهوست ادرس عندك حفظتَ حينث holstadress وanch treatment واحد repят اقرأ مزهد سأ procedures تجي هنا أصبر لاحظ التغير من أربعة إلى سبعة طيب سبعة يجي عندك واحدة زين بوينت واحدة زين خلاص كده عندك تمام الحين يجي عندك النتايب اوبن في الاكس بوكس لازم ترجع تقفر الاكس بوكس تسوي لعادة تشغيل تقفره وبدن تشغله وبدن تخلع على كود والعب ويصير معك النتايب اوبن ما يمديك على الطول تلعب لو تلعب على الطول ترجع تدخل الشريط ما بديك مودرت لازم اطلع قفر الاكس بوكس لازم قفر الاكس بوكس بس اتمنى اجيبك من شرح اتمنى اذا فدتك لو واحد من مياه ياريت تضطع زر لايك وتطيف المقطع المفضلة وتعطينا رايك بالكومنت بس هذا كان كل عندي اتمنى اجيبك من مقطع كان معكم نزول جيد اوبرا والسلام عليكم